بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكون شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتلمان الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان لزاجها كافورا عيما يشرب بها عباد الله يفدرونها تفديرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكيما ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاء بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزللت خطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نول أم منثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سودس خفر وإستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبل لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد لهم وسبحوا ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدرنا أسرا وإذا شينا بدلنا أمثالا تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ترجمة نانسي قنقر